وسط الدمار تتجرع المرأة اليمنية مأسيا الحرب وحيدة إلا أنها في كل يوم يمر من هذه الحرب تكتب سطرا جديدا من التاريخ بنضالها ومقاومتها وصوتها الذي كان فيما مضى عورة وأصبح اليوم الصوت العالي المتبقي لنصرة المظلومين لكن العالم يحتفي بها ويتذكر تضحياتها بيوم وحيد بالسنة ضمن اليوم العالمي لنساء في الثامن من مارس لكن ماذا عن باقي أيام السنة؟ تلك الأيام التي تنظل فيها المرأة اليمنية وحيدة في رصيف الشوارع التي حفظت اسمها وصوتها جيدا وهي تهتف في حرية أبنائها منذ أكثر من خمس سنوات متواصلة وبشكل يومي أو في المدارس والمستشفيات وهي تقوم بواجبها مضاعفا دون أي مقابل مادي أو في المنزل حين تنتزع الحياة من جسدها الضعيف والمتهالك لتزرعها في أطفالها على هيئة جرعات مضاعفة من القوة والتضحية والأمان بعد فقدان عائلها في جبهة القتال أو في غياهب السجون المظلمة تعاني نساء اليمن واقعا مرا وظروفا قاسية تضافرت على صناعتها سياسات أطراف الحرب المختلفة كما ذكر تقرير صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات فالمرأة في أغلب مناطق الجمهورية تعيش من دون خدمات وتعاني في سبيل الحصول على الاحتياجات الأساسية أعوام خمسة مضت ملطخة بدم أكثر من ثمانمائة امرأة قتن في الحرب وأكثر من ألف وستمائة امرأة مصابة تضيف المنظمة بالإضافة إلى العدد الهائل لنساء النازحات التي تركن لقسوة التشرد والفاقة السماء الملبدة بالبارود والأرض الملغومة بالرصاص والعبوات الناسفة والقذائف عاجزت عن هزيمة المرأة اليمنية المرأة التي قهرت الظروف ونبتت من بين الرماد أيقونة للحياة تبتسم في تعب وتواصل رحلتها بصبر مرير وبإرادة لا تنكسر